وصل رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر اليوم الأربعاء إلى ميونيخ وذلك في رحلة إلى ألمانيا تستغرق يومين ومن المرتقب أن يخصص هاربر معظم وقته اليوم في مقابلات تجمعه بعدد من رجال الأعمال ومن ثم يتوجه إلى برلين حيث سيلتقي بالمستشرة الألمانية أنجيلا ميركل وتمكن هاربر وميركل من نسج علاقات جيدة ومتينة خلال السنوات الماضية هذا ومن المرتقب أن تحتل المسألة الأوكرانية حيزا مهما على جدوى الأعمال الزعيم الكندي الجدير ذكره أن ألمانيا كانت مترددة في البداية في فرض عقوبات اقتصادية قاسية بحق موسكو في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بينهما واعتماد ألمانيا على النفط والغاز الروسي إنما عادت ميركل وتقربت من الموقف الذي اعتمدته أمريكا الشمالية بحق نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسبق وأعلنت المستشارة الألمانية عن استيائها بسبب تأكيدات بوتين الخاطئة لها الشهر الماضي بأن لا مطامع له في القرم وأكد هاربر على رغبته في طمأنة ميركل بإمكانية تأمين كندا المساعدة إلى الألمانيين بحال حصول أزمة طاقة وبحال فرض الغرب عقوبات على قطاع الطاقة الروسي هذا ويرى رئيس الوزراء الكندي في هذا الملف فرصة مناسبة على الصعيد الاقتصادي لكندا التي قد تتمكن من تصدير الطاقة خارج أمريكا الشمالية كشف الحزب الديمقراطي الجندي داعا مستندات تتمكن من الحصول عليها تظهر أن وكالة الدخل الكندية قامت بانتهاك الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية للكنديين في قرابة 3000 حالة بين الأول من نيسان أفريل 2013 وال29 من كانون الثاني جنفير 2014 في هذا السياق يرى النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد تشارلي أنجس أن عدد الانتهاكات التي سجلتها وكالة الدخل الكندية في أقل من عام يفوق الانتهاكات التي قامت بها كافة الوزارات الكندية منذ عام 2006 وتبع النائب أنجس قائلا أن عدد الانتهاكات مرتفع جدا نظرا لطبيعة المعلومات المالية والحساسة للمواطنين الكنديين وفي السياق ذاته تؤكد وكالة الدخل أنه لم يصلها أي خبر مفاده أنه تم استخدام تلك المعلومات الخاصة لأغراض إجرامية كشفت مؤسسة الأحصاءات الكندية عن ارتفاع حجم المساهمات في أنظمة التقاعد المسجلة بالحكومة والمعروفة باسم ريار إنما بالمقابل لا يزال عدد المساهمين مستقرا مما يعني أن الأشخاص أنفسهم هم الذين يساهمون بنسبة أكبر من الأموال في أنظمة التقاعد المذكورة ووصل حجم المساهمات في أنظمة التقاعد المسجلة بالحكومة إلى 35 مليار و700 مليون دولار خلال عام 2012 أي بارتفاع بنسبة 3.8% عما سجل خلال العام السابق في حين أن عدد المساهمين راوح مكانه مع قرابة 6 ملايين شخص وتعتمد الدراسة التي أجرتها المؤسسة الحكومية على المعلومات المدرجة في إطار التصريح عن الدخل لعام 2012 كما لحظت الدراسة ارتفاع المساهمات في أغلب المقاطعات الكندية علما أن مقاطعة كابك سجلت أعلى زيادة مع 7.7% أي ضعف نسبة معدل الزيادة على الصعيد الكندي تلتها مقاطعة ألبرتا مع 7% طالبت لجنة خاصة تعمل من أجل الوحدة الكندية الحكومة الفيدرالية في أتوا بالتدخل فورا وبقوة في الانتخابات العامة في مقاطعة كابك وفي بيانة صدر أمس الثلاثاء تدعو اللجنة أتوا إلى ضرورة تذكير الكابكيين بأنه لا يعود القرار إلى الأغلبية السياسية في المقاطعة لاتخاذ موقف بشأن إجراء استفتاء ثالث حول الانفصال أو فرض المزيد من الحظر على استخدام اللغة الإنجليزية وتتألف اللجنة التي دعت إلى مؤتمر صحفي سيعقد يوم غد الخميس في أتوا من النائب عن حزب المحافظين عن دائرة ألبيرتا بيتر جولدرينج والرئيس السابق للإئتلاف الكابكي برين تايلر وزعيم السابق لحزب المساواة كيث أندرسن وعدد من الأساتذة في جامعة ماجيل يستعد النائب عن حزب المحافظين ستيفن فلاتشر وهو يعاني من الشلل الرباعي لطرح مشروعي قانون لنزع الصفة الجرمية عن المساعدة الطبية على الموت خلافا لموقف الحكومة الفيدرالية وتشجيعا للمقاطعات الكندية الأخرى التي ترغب في حذو حذو مقاطعة كابك نشير إلى أن فلاتشر الذي تم استبعاده عن مجلس الوزراء على يد رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر خلال فصل الصيف الماضي يرغب في إبطال مفعول بعض أحكام منع المساعدة على الانتحار في إطار القانون الجنائي كما يطرح النائب تأسيس لجنة فيدرالية تؤمن متابعة تطبيق هذا النوع من الإجراءات على الصعيد الكندي قامت رئيسة الوزراء في مقاطعة أونتيريو كاتلين وين بإجراء تعديل وزاري حيث عمدت إلى تعيين أعضاء جدد في مجلس الوزراء في أعقاب انسحاب وزيرة الشؤون البلدية نعيد التذكير أن الوزيرة ليندا جيفري قدمت استقالتها من حكومة وين لتتمكن من الدخول في السباق لرئاسة بلدية برامبتن التي ستجري الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل تم تعيين النائبة مادلين مير في منصب المدعية العامة في مقاطعة أونتيريو وبذلك أصبحت أول وزيرة ناطقة باللغة الفرنسية تتسلم هذا المنصب الرفيع كما ستحافظ مير على مهامها كوزيرة مفوضة عن الشؤون الفرنسية في المقاطعة مع هذا الخبر ينتهي الموجز شكرا للمتابعة